فضح المخطط التآمل القطري ضد البحرين والذي كان بتنسيق مع أذرع إيران الإرهابية بهدف قلب نظام الحكم في البحرين حيث جاءت التسجيلات الصوتية السرية التي جرت بين أحد أركان النظام القطري وعراب التدخل القطري والإيراني في البحرين مع الأمين العام السابق لجمعية الوفاق المنحلة بحكم القضائي المدعو علي سلمان والتي كشفت عن مستوى التنسيق العالي والتآمر ضد مملكة البحرين اتصالات سرية وتآمر قطري إيراني على أعلى المستويات في محاولة لإطاحة نظام الحكم في البحرين في تحالف هجين على دول مجلس التعاون أن تقوم دولة خليجية بالتآمر والخداع وارتكاب الجرائم بمزاعم حل الأزمة تبين لاحقا أنها محاولات لتطبيق أجندة إيران في المنطقة فالأزمة المؤسفة التي مرت بمملكة البحرين كانت كفرصة لقطر للتدخل فيها وتحاول من خلالها قلب نظام الحكم في البحرين بالتعاون مع نظام الولي الفقيه في طهران عبر اتصالات سرية مع وكيل نظام الولي الفقيه في البحرين جمعية الوفاق المنحلة بحكم قضائي وعناصر مرتبطة بإيران تلك الاتصالات ساهمت في التحضير والتنسيق بين الأذرع الإيرانية من جهة وحليف إيران قطر من جهة أخرى لإطلاق ما سمي بالمبادرة القطرية لحل الأزمة حيث تقدمت الحكومة القطرية بمبادرتها الواهية وكان من أبرز محاورها تشكيل حكومة انتقالية في البحرين وتقديم طلب رسمي بانسحاب قوات درع الجزيرة من المنامة وهما ترفضه البحرين شكلا ومضمونا وترفضه مواثيق مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروح نظامها الأساسي هو الإشكالية لا تنسى أنه سارت في ضغوط كثيرة يعني بدون توضيح الموضوع أدفع والحقيقة لما رحنا على أساس نكتف من هذه الضغوط من بعض الأخوان بحيث أنه لا يا جماعة لا نتخل في موضوع القوة أي استخدام للقوان في اتخاذي راح يأجزم الموقف ما راح يخل الموقف التقارير التي أكدت تورط رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم بحياكة انقلاب في البحرين اتضحت من خلال هذه الاتصالات المكثفة مع أمين عام جمعية الوفاق المنحلة المدعو علي سلمان قبيل دخول قوات درع الجزيرة إلى البحرين وتقديمه مجموعة من الأفكار اعتبرها لاحقا مبادرة قطرية لحل الأزمة في البحرين ولكن تبين أنها مبادرة جس السم في العسل ومبادرة تحريض وتآمر لقلب نظام الحكم في البحرين المبادرة القطرية طلبت من حكومة البحرين تنفيذ عدد من الخطوات الأساسية تتمثل بإيقاف بث تلفزيون البحرين والإفراج عن جميع الموقوفين في الأحداث من إرهابيين وخارجين عن القانون وتشكيل حكومة انتقالية خلال شهرين وإلغاء حالة السلامة الوطنية في البلاد وانسحاب قوات درع الجزيرة نعم نحن لا نريد أن نشير شيء بالقوة وهذا هدفنا الرئيسي وأردكم تتقو فينا وهذا هدفنا الرئيسي وأردكم تتقو فينا وانتعرفين نحن صارقين دائما متعرفين نحن صارقين دائما متعرفين نحن صارقين تلك الأفكار التأمرية لاقت قبول جمعية الوفاق المنحلة خاصة بعد أن أكد حمد بن جاسم أن الدوحة ستكون الراعي الرئيس لهذه المبادرة إلا أن مملكة البحرين اعتبرت ما تقوم به الدوحة محاولة مرفوضة للتدخل في الشؤون الداخلية للمملكة وقامت البحرين بمساعدة دول الخليج عدى قطر بتجاوز حالة الاضطراب التي مرت بها البلاد وبفضل من الله تعالى نجحت الجهات الأمنية وفقا للقانون في كشف وتفكيك العديد من الخلايا الإرهابية التي حاولت إيران زرعها داخل المملكة وذلك بعد أن خابت مساعي قطر في إسقاط نظام الحكم الشرعي في البحرين